اشتركوا في القناة ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى الأحمد أب القاسم محمد وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حديثنا في مسألة مهمة ترتبط بعدة أصعيدة في علاقتنا مع الله عز وجل سواء كان في الجانب العقائدي أو العقدي وهو من الأصول أو كانت ترتبط بالجانب الذي يحوي الفروعة والتشريع لأحكام الله عز وجل الحديث في مفردات مهمة الطاعة التسليم الانقياد لله عز وجل نحن نؤمن إيمانا بعقيدتنا أن الله عز وجل هو السيد والرب الذي يجب علينا عقلا يجب علينا طاعته وحين نقول طاعة أي أننا نعني التسليم المطلق لله جل جلاله وهذه المفردات كلها ترتبط مع بعضها ارتباطا وثيقا هناك من الأوامر الإلهية لخلقه وإلى عباده ما توافق العقل بحسب الظاهر وهناك ما تخالف العقل أيضا بحسب الظاهر أو إذا أردنا أن نكون أكثر دقة فنقول هناك من الأحكام والأوامر ما لا يدركها عقلنا والنماذج في القرآن الكريم في هذه المفردات كثيرة سواء كانت في آيات القصص القرآني أو سواء كانت في الأوامر الإلهية التي جاءتنا عن طريق نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله فيما نزل عليه من وحي المشكلة ليست فيما نراه موافقا لعقلنا وإلى ما نراه بحسب الظاهر متوافقا مع مزاجنا إنما المشكلة فيما لا ندرك معناه وفيما لا نعرف مغزاه وفيما لا ندرك حقيقته والمعيار ليس فيما يوافق عقلنا أو يوافق ما ندركه بعلمنا القاصر وإنما المشكلة تقع فيما هو مخالف لإدراكنا هناك نماذج من خلالها سيتضح معنى مراد سوف أعطي نماذج أفصلها لاحقا في الحلقات القادمة في عدم تطبيق وتفعيل ما هو واجب علينا إما من الله أو من الأحكام التي وصلت إلينا الأول أم موسى عليه السلام فقد أمرها الله عز وجل أن تلقي برضيعها في صندوق في تابوت صغير وتلقي التابوت والصندوق إلى اليم فأي عقل بحسب ظاهره بل أي فطرة بحسب ما تراه ظاهرا يستوعب ويدرك هذا القرار والأمر الثاني يأمر الله عز وجل إبراهيم بأن يترك أم ورضيعها ووليدها في منطقة وعرة غير ذات ماء ولا ذات زر في واد قفر ويذهب عنهم أمر من الله وعلينا أن نلتفت بأن أكثر آيات التسليم فيما ذكر من نماذج فإنه مرتبط بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام ولذلك النموذج الثالث الأمر بذبح ابنه حينما يحصل الأمر وأطمئن بصدور الأمر من الله عز وجل فإني عقلا وجوبا عقليا أن أنفذ ما أمرت به أب يؤمر بذبح ابنه أب يؤمر بذبح ابنه هذا النموذج الثالث النماذج كثيرة والنماذج عديدة كيف لي أن أفهم مرتبة التسليم مرتبة الإنقياد مرتبة الطاعة هذا يستوجب علينا أولا أن نعرف ما هو معنى التسليم في القرآن الكريم وما مقصود المفردة المهمة وهي مفردة الطاعة وكيف أحقق معنى الإنقياد لله جل جلاله وجل شأنه في هذه الدقائق المعدودة أود أن أبين نقطة أساسية الفرق الفرق أو المعنى الجوهري في العبادة وفي معنى العبودية لله عز وجل أني أنفذ وأتعبد بأوامر الله عز وجل إذ أنا في مقام العبد والله هو المولى وهو الآمر والسيد والناهي وجوهروا معنى العبودية التسليم أي أني أنفذ ما أمرت به وإن لم أرى له حقيقة واضحة في إدراكي القاصر أقرب ذلك بمثال سريع حينما يأمر الضابط المأمور العسكري شرطيا فيأمره بأن يأتي له بفلان فلا يحق للشرطي أن يسأل من هو أعلى منه رتبة وهو الضابط لماذا فلان وماذا تريد من فلان وما الذي سوف تقوله ولماذا الآن دون غير الوقت الذي تطلبه فيقول له أنا سيد وأنت عبد وهذا السيد العرفي والمولى في العرف فما بالك بالسيد الحقيقي وهو الله أزوجل فحين يأمرنا به حين يأمرنا الله عز وجل بأمر يأمرنا بأي أمر أن ننفذه فعلينا أن نكون أولا عبيدا في مقام العبد أن نفهم أننا في مقام العبودية فلا يحق لنا الاعتراض اثنين وأن نحقق معنى العبودية والطاعة بالتسليم أي أننا نفعل ونأتي ما أمرنا به بكل تسليم وبكل انقياد أستغل هذه الدقائق الأخيرة في تنبيهين أساسيين وسوف أفصل في الحلقات القادمة في هذا الأمر التنبيه الأول التنبيه الأول قول الله عز من قائل لا إكراها في الدين فقد قال البعض أن أمور الدين بإقرار الدين نفسه وبإقرار القرآن أنه لا إكراه فيها لا إجبار فهي بالاختيار وليست بالإكراه هذا التنبيه الأول والذي من خلاله قالوا كيف يمكن لنا أن نسلم ونحن لسنا بمقتنعين ولسنا بمدركين ما نريد ما يراد منا فعله التنبيه الثاني وكل التنبيهين سوف نستعرضهما في الحلقة القادمة التنبيه الثاني وهو أيضا يرتبط بما نحن فيه من التسليم ألسنا مأمورون بأننا نفعل وننفذ ما يوافق عقولنا فهناك من الأحكام ما لا توافق عقلنا وإدراكنا فكيف ننفذ ما لا يدركه وما لا يتوافق ما عقلنا ونحن نقر أن عقولنا ليست المدرك التام والكامل هذان أمران مهمان سوف يكون منطلق الحديث في الحلقة القادمة في هاتين المفردتين وهذين التنبيهين أخيرا أيها الأحبة نحن في شهر الطاعة نحن في شهر العبادة نحن في شهر المغفرة والرحمة من أهم الأمور التي توجب الرحمة وتنزل الرحمة علينا كصب المطر وتوجب المغفرة أن نفعل الطاعة لله عز وجل وأعني بتفعيل الطاعة أن يكون في قلبنا عقد العزم يا رب أنت الآمر وأنت السيد وأنا العبد أسأل الله لي ولكم التوفيق أستغفر الله لي ولكم أجمعين وأفلح من صلى على محمد وآل محمد